اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والحضاري للمسلمين ما مفهوم الحداثة وما السياق التاريخي والسياسي الذي برزت فيه إلى العلن هل تلتقي الحداثة بما أنتجته من مفاهيم أخلاقية وسياسية واجتماعية مع الإسلام أم تتعارض معه ثم ما الأثر الذي أوجدته الحداثة في الفكر الإسلامي أسئلة أطرحها في هذه الحلقة على الأستاذ ونيس المبروك رئيس المركز المغاربي للدراسات أهلا ومرحبا بكم السلام مرحبا نستجي بداية ماذا تعني الحداثة ومتى وكيف نشأ هذا المصطلح إلى العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه من المهم جدا نتاحة فضاء للحديث عن هذه الظاهرة المهمة جدا في عصر الحديث سيد جهاد طبعا الحداثة أصبحت اليوم يعني فلسفة أو مفهوم لا يحده مصطلح رغم أن هناك محاولات كثيرة لتعريف الحداثة بأنها مذهب فكري فلسفي يرفض المعارف الدينية والأدبية القديمة وفيه دائما تطلع للتمرد على الواقع الذي صنعته تلك المعارف إذن هي مذهب متكامل تستطيع أن تقول مذهب فلسفي لأن فيها معنى كلي وهذا المذهب يدعو لرفض المعارف الدينية والأدبية القديمة اللاحقة لهذا سميات حداثة وأيضا يدعو لوضع آليات ومناهج للتمرد وللخروج من الواقع الذي أحدثته تلك المعارف ولكن في تقديري أن الحداثة اليوم هي حداثات وليست حداثة واحدة لماذا؟ لأن الحداثة عندما تشكلت تشكلت من رحم التاريخ يعني استمرت أكثر من 150 عام وهي تتشكل يعني مثل الجنين الذي يلقى مجموعة من الظروف يتشكل فيها عبر فترة زمنية يعني الولد يبقى تسعة أشهر ولكن هذه الحداثة أخذت أكثر من قرن ونصف حتى ظهرت لنا وتمظهرت في عدة مجالات هناك حداثة سياسية هناك حداثة فلسفية هناك حداثة دينية هناك حداثة اجتماعية إذن تشكلت في عدة مظاهر وحتى هذه المظاهر درجات ولهذا مفهوم الحداثة في تقديري الشخصي يتأبى على القيد أو على الإصطلاح ولكن هذا لا يعني بأنها ظاهرة تاريخية واجتماعية وفلسفية وفكرية جديرة بالنظر قلت أستاذ ونيس أنها حداثات حداثة دينية واجتماعية وفي هي متبينة فيما بينها أليس ثمة قواسم مشتركة مشتركة تضبط هذا المفهوم الحداثي لهذه طبعا هو شوف لو نظرنا نأخذ المثل الذي ذكرته حتى للتبسيط للمشاهد الكريم بأنها تشكلت في رحم عبر تاريخ هذا الرحم ما هي مكوناته الأساسية أولا الحداثة حتى يكون دائما المشاهد الكريم معنا في السياق الحداثة هي مفهوم غربي يعني جدرها اللغوي صحيح حداثة أي حدوث الأمر بعد أن لم يكن يعني في اللغة العربية الأمر الحديث نقول الحديث هو الشيء الجديد بعد أن لم يكن لكن الحداثة كمفهوم فلسفي وفكري وتاريخي وسياسي واجتماعي تشكلت في الغرب ما هي المدميك أو الأركان أو الأسس أو الينبيع التي خرج منها هذا المفهوم الكبير الذي شكل الآن المخيال العام في الغرب كله بل في الكون أصبحت يعني لأنها بطبيعتها تفشو تتسرب لا يحدها حد أولا يعني من بداية القرن السادس عشر ونهاية القرن الخامس عشر ميلادي مفهوم النهضة والذي بدأ بإيطاليا وبدأ بطرح أدبي فني يغلب عليه هذا الجانب هذا أمر أحد الأسس الأساسية للمولود المنتظر وهو الحداثة ثانيا الإصلاح الديني وهذا أمر مهم جدا جدا في الحداثة لأن تعرف الصراع الذي حدث بين التنوريين وبين الكنيسة وكان الأحبار أو الرجال الدين يعني يحتكرون المعارف الدينية ويحتكرون تفسير النص وتنزيله وبالتالي عندما حدث الإصلاح الديني تناول المصلحون والمفكرون هذه المسألة وصارت ثورة على رجال الكنيسة ثم ثورة على النص الديني نفسه يعني النص الديني نفسه لم يعد حكرا على رجال الدين ثم بدأوا يعالجوا في النص الديني وتأويل النصوص الدينية وفق منظر حداثي وهذا طبعا انتقل إلينا بشكل أوخر الأمر الآخر الثورة الصناعية والعلمية يعني حدث انفجار علمي في الغرب وهذا الانفجار العلمي لم يتناول الإنتاج المادي فقط ولا تطوير العلوم والمناهج بل بدأ يدخل في الفلسفة وفي الفكر وفي الدين أيضا الأمر الآخر موضوع التجديد في الفكر السياسي يعني أوروبا والغرب حقيقة حدثت له طفرة كبيرة في موضوع الفكر السياسي ونشأت ما يسمى اليوم بالديمقراطية هذه الديمقراطية والعقد الاجتماعي ثم أصبح العقد السياسي وفكرة ماكس ويبر والمشروعية والشرعية ومعش أصبح الغرب يتأبع لموضوع السلطان الذي يملك كل شيء ويتحكم في كل شيء والقيصر وكسرة لكن أستاذ ريس النقطة الأساسية التي فهمتها مكا أن الأس الأساس في الحداثة هو القطع مع الماضي لكن هل القطع مع الماضي هذا قطع عدائي بمعنى أن لا نريد أن نأخذ نحن الحداثيون أو هم الحداثيون لا يريدون أن يأخذوا من الماضي فقط لأنه ماضي أم ثمت فلسفة أخرى وراء هذه القطيع مع الماضي نعم جميل هذا السؤال جميل لنا يقودنا لمجالنا نحن الإسلامي في الحقيقة هم ليس بعد سنذهب بعد قليل الإسلام لكن الآن نريد أن نحرر المصطلح تحرير المصطلح هو ليس رفض لكل قديم باعتباره قديم لأن الفكر كفكر إنساني لا تستطيع أن تصفه بالقدم والجدة لأن الزمن هو مثل التجويف الزمن مثل التجويف يعني ليس له قيمة في ذاته من حيث الأفكار لكن الحدثيون نظروا إلى أن تلك المعارف القديمة التي ورثوها عن أجدادهم سواء جاء من مدخل ديني أو فلسفي دمرت الحياة وشلت أركان الحياة ووضعت على العقل آثار ووضعت على المجتمع قيود وأصبح المجتمع الغربي مجتمع يغوص في الظلام يعني في عصور الظلام المغرقة فهم رأوا أن لا بد أن يكسروا تلك المعارف التي صنعت هذا الواقع ليس قطيعة تامة يعني هذا سؤال جيد ليس عندهم حسسية مع الزمن لأن الزمن لا يمكن أن تملك معه حسسية لكنهم رأوا أن تلك المعارف القديمة هي التي أنشأت هذا الواقع ثم اكتشفوا طبعاً ولهذا الحداثة الحقيقة كمولود غربي أعتقد أنه مولود طبيعي وحق لهم أن يتمردوا على ذاك الواقع لأن الذي صنعه ليس دين مطلق إنما هي تأويلات وتحريفات من ضمن رجال الدين إذن هذا هو جوابي بأنه ليست قطيعة مع كل قديم لأنه قديم هذا يعني للإنصاف نعم وربما من هنا تأسست الحداثة على تقديس العقل وإعطاه دور المرجعية في كل شيء يعني سنقفذ على هذه الجزئية أستاذ نيس يعني كيف تأسست الحداثة كتيار فكري فلسفي في الغرب الإرهاصات السياق السياسي والاجتماعي والتاريخي الذي أدى إلى بروز هذا المفهوم طبعا أنا ذكرت جزء من هذا التشكل مسألة النهضة مسألة التجديد الديني الإصلاح أو الإصلاح الديني كيف أصبح هناك بروتستانت في الشمال والغرب كيف أن الكاثوليك في جنوب أوروبا كيف الأرثوذوكس في شرق أوروبا كيف حدث هذا الإصلاح الديني وأيضا ختمت هذا بعد الثورة العلمية والثورة السياسية بفلسفة الأنوار بعد ذلك تأسست النهضة الحداثية الجديدة على أصول من الحرية مع النقد مع الأنسنة مع ما يسمونه آسف يعني هذه المصطلحات ممكن بالنسبة للمشاهد ما يسمونه موت المؤلف وموت النص ومع الفلسفة التفكيكية الجاك دريدا أن اللغة ليست بالضرورة أن تدل على معاني ثابتة إنما هي دائما تتجدد وفي كل عصر ممكن أن تعطي اللغة كرمز للتخاطب تعطي دلالات أخرى فهناك تفكيك يعني أن النص حتى لو ألفه المؤلف حتى لو عرفنا مقاصد المؤلف ليس بالضرورة أن يدلنا المؤلف على مراده بل انتهى دور المؤلف بمجرد التلفظ بالنص أو كتابته وبالتالي تصبح دائما تتجدد المعاني من النص وهذا طبعا ضرب للثابت وهم شيء يعني الحداثة طبعا تقوم على فلسفة خطيرة وهي ضرب المطلق ضرب الثوابت عدم وجود معيار للنظر عدم وجود معيار أو مرجعية تفسر لنا النصوص ولا يوجد شيء ثابت حقيقة أستاذ ونيس موضوع مهم وريد أن أبحث معك هذا الأمر بشيء من التفصيل في المحور الثاني من الحلقة بعد الفاصل لكن قبل ذلك الحداثة كتيار فلسفي فكري ضرب جذوره في كل جوانب الحياة الغربية هل هو تطور طبيعي لحاجات فطرية مادية نفسية للبشرية أم هو قفزة خارج السياق خارج السياق هذه الفطرة هو في الغرب لو أخذنا هذا المولود أو هذه الشجرة أو هذه النبتة تربتها كانت في الغرب أعتقد أنه تطور طبيعي جدا لأن تأسس الغرب على كما قلت لك في عصور الظلام على نوع من احتكار تصور أنت رجال الدين هم الذين يحتكرون تفسير النص الديني بل حتى اللغة لا يعلمون اللغة التي يعرف بها العهد القديم والعهد الجديد إلا عندهم يعني اللغة الغريقية خاصة لا يتعلم أحد إلا هم فبالتالي حصروا هذا الأمر أيضا أصبح رجال الدين في صراع مع العلم والاختراعات كما تعلم أصبح من يقول مثلا بدوران الأرض أو بكروية الأرض يحرق من يقول بالجاذبية فأصبح هناك صدام لماذا؟ لأن هذا النمط المعرفي الديني الذي ساد في الغرب يصادم العقل ويصادم الفطرة معا ويصادم الواقع فجاء هذا النمط ليصادم حريات الناس ويصادم حرياتهم العقلية وفكرهم وتطورهم وكان ضد التجديد الذي هو سنة من سنة الحياة فكان أن كسر هؤلاء التنويريين كسروا القيود وهذا الحقيقة تطور طبيعي بل أن أقول أنه تطور ممدوح وليس مذموم لماذا؟ لأنه كسر هذه الطوبوية التي عمقها رجال الدين لكن عندما نرى في وقعنا نحن طبعا هذا الأمر يختلف لكن أستاذ ونيس أنت تقول أنه تطور طبيعي والتطور ممدوح لكن هذا الشذوذ بين قوسين إذا صح التعبير عند الكنيسة الكاثوليكية في الغرب كان ينبغي أن يقابل من قبل أصحاب نظرية العلم وأصحاب نظرية التجديد والحداثة بنوع من الرشد العقلي وليس بنوع من الجموح العقلي وتقديس العقل ونسف كل شيء من الماضي لماذا وصلنا في التعامل مع الحداثة أو في فهم الحداثة إلى هذا المستوى من التطرف إذا صح التعبير تطرف في الجموح العقلي وتطرف في نبذ الماضي من جذوره يعني هي كل كل ما كان الفعل قويا وعميقا وحادا كل ما كانت ردة الفعل أقوى منه وأحد فكانت ردة الفعل هي لم تتسم بالتوازن يعني هذه أكبر إشكال في الحداثة أن صحيح أن الفكر الديني وضع قيد على العقل ولكن الإشكال أنهم لا يؤمنوا بشيء خارج خارج المرئي يعني أدى بهم إلى الكفر بالغيب تماماً بل كلمة نيتشا المعروفة موت الإله يعني هو أعلن موت الإله يعني كل ما هو مقدس وبالتالي لا يعرف إلا المادة الشيء الذي أمامهم أيضاً أصبح حصر للكنيسة وفصل هي العلمانية الكلية فصل الدين عن كل مناشط الحياة ليس فقط عن السياسة إنما عن كل مناشط الحياة شفت ردة فعل كانت حادة لكن لا نستطيع أن نضع إصبعنا بشكل محدد أين هي المناطق لماذا؟ لأن هذا أمر فيه نسبية وفيه ديناميكية وفيه حركة كبيرة لا نستطيع أن نحدد الحدود والخطوط الفاصلة لكن بصورة عامة كانت الردة الفعل الحقيقة أكثر حدة كما قلت لك بدل أن يكون هناك توازن وتوسط ما بين الروح والمادة أصبح خلاص كل شيء مادة ما بين الإنسان والغيب أصبح كل شيء إنساني ما بين التعامل مع النص كلغة رموز يعني ألفاظ يتعامل بها مجموعة من الناس للتعبير عن حاجاتهم أصبحت هذه اللغة لا تعبر عن الحاجات يعني حتى اللغة لم تعد مرجع عند الحدثيين يعني خاصة عن جاك دريدا وكذا إذن لاحظ ردة الفعل الكبيرة التي فيها ميوعة وفيها نسبية مطلقة في كل شيء والشك في كل شيء والنقد لكل شيء ومحاولة الحرية لكل شيء لا يوجد مثلا الآن شفت الحداثة ووصلت إلى السيولة كما يعبر باومان يعني السيولة حتى في الحب الاجتماعي حتى في كل شيء سيولة ما بعد الحداثة وهي ما بعد الحداثة حتى عندما قال يعني فريدريك نيتشا أن موت الإله ربما لا يكون مقصود الكلام هذا الموت الجسدي بالمعنى الحرفي وإنما موت كل شيء مقدس في حياة البشرية وربما من هنا ينشأ التصادم بين الحداثة وإن الإسلام هذا ما كان يعنيه تماماً هذه الحداثة التي تسربت إلى العالم العربي وأحدثت فيه تأثيراً كبيراً حقيقةً نريد أن نبحث هذا بعد الفاصل لو أذنت لي ما زال في جعبتنا الكثير من النقاط نبحثها بعد العودة من هذا الفاصل أسعدكم الله مشاهدين الفاضلين ما زلنا سوياً في الحديث عن الحداثة كتيار فكرياً وحضري في المنظور الإسلامي والحديث دائماً مع الأستاذ ونيس المبروك مرحباً بكم مرة أخرى مرحباً أستاذ ونيس هذه العصرنا بما آلت إليه من نتائج ومفاهيم كلية تتصل بالتصورات الحياة والنفس والمجتمع إلى أي مدى تلتقي أو تتعارض أو تتصادم مع الإسلام من حيث مقاصده وغاياته جميل يعني من يعني دعني أستعير توصيف أستاذنا طه عبد الرحمن حفظه الله في كتابه روح الحداثة هو يعبر يقول أن الحداثيين لم يتناولوا روح الحداثة إنما تناولوا شكلها يتكلم الحداثيين خاصة العرب ما هي روح الحداثة عنده التي تلتقي مع الإسلام لأن هناك آسف أيضاً نرجع هناك فرق بين الحداثة وبين المعاصرة المعاصرة هو أن يواكب الفكر التطورات الاجتماعية والتاريخية ويراعي الزمان والمكان ويتبدل الخطاب ولا نجعل المرن جامد ولا نجعل المتغير ثابت هذه معاصرة وهذه مطلوبة في الإسلام لكن هذه غير الحداثة غير القطيعة التامة مع العقل ومع الماضي ولهذا يرى الأستاذ طه عبد الرحمن أن روح الحداثة تكمن في النقد ويسمى النقد والرشد والشمول فالإسلام مع النقد الإسلام مع الرشد الإسلام ليس مع التقليد الأعمى ومع النقد خاصة للإنتاج البشري وأيضاً مع الشمول ولكن إشكالية الحدثين أنهم جاءوا لموضوع مثلاً ما يسميه الأستاذ الله عبد الرحمن بالأنسنة وهي فصل القرآن عن مصدره بمعنى فصله أنه غيب أو وحي أو أتى من قوة خارجية وربطه بالإنسان بما أن الإنسان هو الذي يفسر النص إذن ينفتح النص القرآن على احتمالات متعددة لا يستطيع حداً يقول هذا الاحتمال صحيح أو هذا الاحتمال خاطئ وهذه خطورة ما سماه بالأنسنة أيضاً موضوع العقلنة وهي أن رفع عائق الغيبية أو اعتقاد أن هذا وحي والرجوع والتحاكم إلى العقل فقط وطبعاً العقل نوافذه الخمس يعني ما لا يقع تحت السمع أو البصر أو الشم أو اللمس فهو غير موجود يعني هذه العقلنا ليس العقلنا بمعنى نعمال العقل لأن الإسلام جعل العقل هو مناط التكليف بل الله عز وجل لا يعرف إلا بالعقل يعني الذات الإلهية لا تعرف بالنص لأنه تصبح جدل يعني هذا الدور لا تعرف بالنص الوحي يعرف أولاً بالعقل فالإسلام يمجد ويعظم العقل ويجعله مناط التكليف بل يأمر بتدبر حتى الآيات التي أنزلها الله عز وجل ولكن الإسلام يثبت حقيقة أخرى أن من وراء هذه المادة يوجد غيب بمعنى عدم علمك بالشيء ليس علماً بعدمه كوننا لا نعرف القضايا الغيبية هذا لا يعني أنها غير موجودة لكن العقلنا ليست هذا العقلنا كما قلت لك هو رفع كل عائق الغيب والرجوع إلى العقل وحده وطبعاً وإلى نوافذ العقل إذن من جهة تجد أن الحداثة إذا قرأناها بمعنى المعاصرة ومواكبة الواقع وتجديد الخطاب الديني والتعامل مع المرن في الإسلام وتقليل الثوابد وإحياء النقد حتى للتراث الديني والتحرر من سلطان آسف أنا لا أريد أن أشبه رجال الدين بالمشيخة المهم التحرر من سلطان أو التحكم عند الفلاسفة أو الشيوخ أو كذا هذا شيء ورعاية التاريخ وتبدلات التاريخ إذن هي هنا تلتقي مع الإسلام الذي يرى أن العقل مناطي التكليف ويريد أن يكسر كل الأطر التي تكبل العقل وينادي بالإبداع وينادي بالتجديد لكن إذا نظرنا للحداثة كما في نسختها الغربية بأنها تمرد تام على العقل والرجوع للإنسان وضرب ما يسميه جاك دريدا باللوغس اللي هو المرجعية لا تكون هناك مرجعية أبداً لا توجد ثابت يعني الحداثة عند حساسية وأن جوهر لاستضام مع الإسلام عند حساسية كبيرة جداً مع الثابت هو يريد أن يجعله حتى قضايا الدين تعرف اللوحات هذه اللي أحياناً نحن نضحك عليها اللي تدخل تجد نقطة مثلاً سوداء فقط يقول لك هذه لوحة جميلة هذه يعني مثلاً أنت تعب تقول هذه النقطة السوداء تعني الحزن غيرك تعني الصرامة غيرك تعني الفرح إذن لا يوجد نسبية فهم يريد أن يضربوا كل ثابت ممكن أن ترجع إليه ولهذا الآن حتى الأخلاق يقول لك لا يوجد شيء اسم أخلاق لا يوجد شيء اسمه مثلاً عيب لا يوجد شيء اسمه فاحشة لا يوجد شيء اسمه خطأ يعني لا يوجد شيء اسمه خطأ يعني ولهذا كل الاحتمالات مفتوحة الأدهى من هذا لا يوجد مرجعية المرجعية يصنعها هم يصنعها الناس يصبح الإله تماماً بس يعني بشكل فلسفي الإله هو الهوى مجموع أهواء الناس وأصواتهم هي التي تصنع القانون الذي يضبط الحياة هذا القانون متغير لأنه لا يوجد لإيديه مرجعية ولهذا الغرب كان يرى أن موضوع الشذوذ الجنسي موضوع قذر لأبعد الحدود مرفوض دينياً قبل الحداثة حتى في بداياتها يعني في عصر قريب كان مرفوض دينياً مرفوض اجتماعياً أما الآن تقام زيزات المثليين في الكنيسة نفسها يعني في الكنيسة نفسها الآن أصبح الغرب يتمرد حتى على قضية الجنس يعني الآن في الاستمارة ذكر أنثى ممكن تختار شيء آخر يعني بالفعل ممكن مشاهد يستغرب ويضحك يقول أنا لا أريد أن أكون جنسي ذكر ولا أريد أن أكون جنسي أنثى أنا أختار جنس الذي أريد أريد جنس ثالث مثلاً فإذن لماذا طبعاً الذي يزور الغرب أو يقرأ عن الحداثة يستغرب يقول لماذا هم يفعلوا هذا هذه لها جذور فلسفية جذورها الفلسفية هو الضرب المرجعية ضرب ما يسمونه اللوغز لا يوجد معيار ثابت لا في اللغة لا في الدين لا في الأخلاق بل أقول لك حتى في السياسة انظر الآن بالنسبة لهم لا يوجد حقوق إنسان لماذا؟ لأنه عندهم إشكال في تعريف الإنسان يعني عندهم إشكال في تعريف الإنسان لهذا عندهم الإنسان لابد أن يكون أشقر يكون عيون الزرق لازم يكون مواطن أمريكي أو مواطن غربي أما إذا كان موضوع الحقوق يتعلق بإنسان آخر مثل الآن في تركستان أو العراق أو سوريا لا هذا موضوع آخر هذا موضوع تحكمه لأطر براغماتية الصرفة المصلحية الصرفة والمصلحية الحيوانية الشهوانية ليست حتى المصلحية التي فيها استراتيجية وفيها منظومة من القيم من هنا الآن الحداثة الآن في الحداثة الأخرى وهي ما يسمى ما بعد الحداثة لأنهم وجدوا أن هذه الحداثة لم تنقذهم استطاعت أن تجيب وتخلصهم من آثار وقيود معينة في القرون وعصور الظلام أما الآن هم في ورطة حقيقية بعد أن أنشأوا هذه الحداثة اكتووا بنارها وجدوا لا بد أن يخرجوا من هذا التمثال الذي صنعوه وعبدوه فترة من الزمن لأنه لم يعد يلبي حاجاتهم واستيقظت فطرة الإنسان التي هي دائما أساس للمصلحين يعني لأن فطرة الإنسان كل شيء لا فطرة الإنسان أما فلا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله يستطيع هؤلاء المجرمون أن يغيروا تغيير نسبي في خلق الله سواء شكل أو في الأفكار كذا لكن لا يستطيعوا أن يمسوا أصل الفطرة الآن الفطرة بدأت تصرخ بدأت يعني هناك ضجيج وعجز الفلاسفة لأنهم بدأوا في صراع مع الفلاسفة لا يحتاجون الفلسفة الآن والفكر بدأ بعض المفكرين والفلاسفة يستيقظوا وعلموا بأن الحداثة لا تستطيع أن تجيب على كل شيء وفي كل زمان فنشأت الآن ما يسمى ما بعد الحداثة بالنسبة لنا الإشكال الذي عندنا هو أن إخواننا العرب جاءوا لهذه البذرة وأرادوا أن يستنبتوها قصرا في تربة غير تربتها أرادوا أن يستنبتوها في أمة تحمل هدي القرآن أمة تتميز بالإيمان بالغيب هذه أول صفة من صفاته هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب في أمة ليس لديها صراع مع رجال دين ومع كذا لأن لا يوجد أحد يحتكر النص الديني بل عاتبنا القرآن عاتب كل المسلمين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقلها القرآن لم يخاطب رجال دين لم يخاطب شيوخ لم يحصر النص الديني عند هؤلاء هذا منطق حداثي أنت تقوله الآن نعم منطق حداثي نعم وهذا قلت لك الحداثة إيجابية عندما جاءت في تربة احتكر فيها رجال الدين ودينهم كان حتى اللغة محصورة عند رجال الدين ولكن عندما نأتي لبيئة تاريخية مثل بيئتنا لا يوجد هذا لا يوجد مبرر للحداثة ولكن يوجد مبرر للمعاصرة يوجد مبرر للعصرنا يوجد دائما مبرر للتجديد في أمتنا ينبغي أن نتفطل لهذا من هنا لو تحدد الفارق فقط بين هنا التجديد والحداثة قد يطرأ على بعض رجال الدين أنهم يريدوا أن يحصروا النص الديني أو يعلنوا علماء المسلمين تقصد علماء المسلمين يعلنوا مثلا قفل باب الاجتهاد مثلا سواء بالكلام أو بالممارسة أو يحصروا تفسير النص الديني القرآن والسنة عندهم هذا انحراف هذا انحراف يجب أن يقاوم لا أريد أن أقول من منظور حداثي يجب أن نستخدم هذه الأدوات في النقد في التجديد الديني نسميه إصلاح ديني يجب أن ننادي بالحرية بحرية العقل بحرية الإنسان بحرية التملك بحرية الرأي بحرية الدين يعني هذه حرية الدين ليس عندنا فيها إشكال في الإسلام لأن الإسلام يقول لا إكره في الدين لا إكره في الدين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إذن الإسلام ليس فيه مبررات الحداثة بالمعنى هذا بمعنى نعم معذرة أستاذ ونيس لكن نقطة مهمة يعني أنت قلت أن القرآن جاء لكي الناس يخاطب الناس جميعا والجميع يفهم ويفسر وله الحق في ذلك ليس هناك شيء ثابت من حيث فهم الناس لهذا القرآن لكن هذا لا يعني يعطي الحق لكل الناس في تدبر معاني القرآن وبناء مفاهيمهم وتصوراتهم عليها مثلا يعني نعم الشاعر الهندي الكبير مثلا طاغور أو الفيلسوف الألماني هيكل أو نيتشا الألماني أو دريدا الفرنسي أي يعني مثلا أي أحد أليس من حقه أن يقرأ القرآن وينزل تفسيرات له على أرض الواقعة تتماشى مع الحداثة مع جميل من حقه أن يقرأ القرآن وممكن أن يكون هذا نيتشا ولا طاغور ولا دريدا ممكن أن يكتشف إذا استخدم الأدوات نبدأ استخدم الأدوات لأننا نزلناه قرآنا عربية لازم يستخدم اللغة العربية بفنونها وأفنانها يستخدم النحو والصرف والبلاغة ويعرف المجاز ويعرف المنطوق ومنطوق هذا ينطبق على كثير من النصارى تمام إذا لهذا لاحظ أنت الآن إيش اسمه هذا بتاع الدولة المستحيلة واي الحلاق واي الحلاق واي الحلاق استطاع أن يغوص في قضايا حتى في أصول فقه وفي تاريخ التشريع ما لم يصل إليه بعض الفقهة الذي الحد الفاصل يستطيع أي أحد يتدبر القرآن المهم أن لا يستنبت منه حكما شرعيا لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله عز وجل متعلق بفعال مكلفين اقتضاءا وتخييرا فإذا أردنا أن نستنبت من القرآن حكم الله عز وجل بالتحريم أن هذا حرام وهذا حلال هنا لا يجوز هذا إلا أن يكون من أهل التخصص وهذا ليس حكر إذا امتلك الأدوات يستطيع أن يستنبط يعرف المكي والمدني واسباب النزول والمطلق والمقيد والعام والخصص لا يعني بالضرور أن يكون مسلما وإنما من أهل التخصص تخصص يعني حتى لو لم يكن مسلما إذا لم يكن مسلما تصبح فيه إشكال وحيد وهو قد يعني يلعب به هواه ولا يتق الله في الحكم الشرعي لكن أنا في تقديري حتى لو لم يكن مسلم يستطيع إذا ملك كل الأدوات يستطيع أن يصل للحكم الشرعي لكن بالنسبة لي كمسلم لا أستفتيه يستطيع أن يأخذ منه العلماء يضعه في مجامع علمية وقد يصل هذا الذي امتلك الأدوات برسوخ لم يصل إليه المسلم يستطيع أن يصل للحكم الشرعي هذا جواب يعني سؤال جميل ومفاجئ ولكن من حيث الاستفتاء لا أستطيع أن أستفتيه يعني أنا لا أستطيع أن آتي لواحد مصراني حتى لو وصل الثقتي الكبيرة جدا بأنه يملك الأدوات لا أستطيع أن أستفتيه لماذا؟ لأنه يفتقد للعدالة لا يخاف الله عز وجل لو دلني استخدم هذه الأدوات في أن دلني على حكم شرعي على غير مراد الله عز وجل لهذا هنا في الاستفتاء يشترط في المفتي أول من الشرع أن يكون مسلم أن يكون مسلم نقاط مهمة أشرت إليها أستاذ ونيس لكن في البداية عندما ظهرت الحداثة أو بعد عقودة من الزمن حينما وصلت تداعياتها أو تجلياتها بين قوسين إلى المنطقة الإسلامية في أحد الدولة العثمانية كان المسلمون حديين في التعامل مع هذه القضية لم يرفضوا الحداثة جملة وتفصيل لم يرفضوا الديمقراطية ورفضوا حتى طباعة المصحف في آلة طابعة صنعها رجل كافر كل هذا بعد ذلك تغير وأخذوا وأقروا بالتعدد وبالأحزاب وبالديمقراطية وطبعوا النصاحب في هذه المطابع يعني كيف يمكن تفسير هل هو إقرار بالهزيمة أمام الحداثة أم التماس لمصالح المسلمين ثم تتفسير ينبغي أن نعرفها هذه أسئلة جميلة تحتاج طبعا حلقة لكن أقول لك شيء تعامل المسلمون مع تيار الحداثة كان في عدة مستويات هناك مستوى قبل فكرة أو فلسفة الحداثة بشكل عام ولكن قبل هذه الفلسفة لأنه نظر أن أمتنا الإسلامية تحتاج نفس الثورة الحداثية التي حدثت في الغرب ولكنه قام بقيد واحد أنه استخدم فكرة الحداثة بأدوات إسلامية مثل من؟ مثل مثلا محمد عبدو جمال الدين أفغاني هؤلاء تعاملوا مع فكرة التحديث النقد والشمول والحرية والعصرنة وتغير وتبدل الزمان ولكن استخدموا الأدوات الإسلامية اللغة هناك طبقة كانت أبعد منهم قليلا أبعد يعني عن الخط الإسلامي الأصيل مثل طبقة مثلا طه حسين عندما حاول أن يعمل مقاربة حدثية ولكن لم يستخدم الأدوات كلمته المشورة لما تعمل مع القصص القرآني للقرآن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ولكن هذا لا يعني أنهم موجودين في الحقيقة فتعامل مع الأدوات الحدثية اللي هي الهرومنطيقية وكذا في التعامل مع القصص القرآني ثم جاء بعدهم تيار آخر لو تلاحظ أبعد من هؤلاء الاثنين وهو مثلا شرفي والعروي وأدونيس وهؤلاء وإيش اسمه أركون أحمد أركون أكثر من يتمثل ثم جاء هذا يعني هو مقلد هذا شحرور هؤلاء تباعدوا حتى على طه حسين وطيب هذه هؤلاء الحدثيون ربما أسألك عنهم لكن قبل ذلك أستاذ ونيذ يعني لو أذنت لي أن أتقمص دور الحدثي في هذه الحلقة وأسألك أليس من التناقض أو آسف للعبارة لكن أنا أنقل لك ما يقال من النفعية أو الانتهازية أن نرفض الحدثة جملة وتفصيلا ثم نأخذ من منجزاتها ما يناسبنا يعني ألائس هناك نوع من التعارض أو نوع من من الازدواجية في الخطاب يعني نحن نرفض الحدثة كتيار كفلسفة كإطار حضاري لا يقيم وزنا للقداسة ولا للماضي ولا للتاريخ وينقطع عنه تماما لكن مع ذلك نحن نقبل ونثني على منجزات هذه الحدثة ثم تلتباس في التعامل مع الحدثة لم يتضع عندي هذا الالتباس لماذا؟ لأن نحن أمة لسنا سائبة يعني نحن لم مثل الحشائش نمت على ضفاف التاريخ هم يعني تليدة عظيمة يعني حباها الله عز وجل بالنص القرآني ولدينا رسول ولدينا حضارة قائمة وضاربة وبالتالي الحكمة ضالت المؤمن نأخذ منها الحداثة ما يتناسب مع هويتنا الإسلامية والثقافية لا بد أن نأخذ منها لا نرفض شيء لأن الحق أو الصواب والخطأ نسبي يعني نسبية والحداثة فيها خير كثير ليست كلها شر بالعكس كانت ثورة على الجمود ونحن أيضا الإسلام يجب أن يثور على الجمود الإسلام مع التجديد والحداثة كانت مع التجديد الحداثة أو الحداثيون تحفظوا من احتكار رجال الدين لكل ما يتعلق بدينهم بالنصرانية أيضا نحن ينبغي أن نتفطل لهذا وأن لا نصنع من الشيوخ رجال دين لأن في بعض المناطق تجد لا أريد أن أصف تيارات إسلامية حتى لا يتحسس الناس بعض التيارات الإسلامية بالفعل تقدس المشايخ تقدس الشيخ تقدسه وبل تضع من النصوص كن بين يديك الميت الإسلام ضد الموت ومن لا شيخ له فشيخه الشيطان شوف كيف إذن ممكن أن يتكرر هذه كل الحرافات عن حقيقة جوالإسلام ممكن أن تتكرر المظاهر التي نشأت في الغرب تتكرر في الشرق أيضا وفي أمتنا الإسلامية هنا نستخدم أدوات أو بعض أدوات الحداثة لكسر هذه القيود ولكن بأصالة يجب أن ننطلق من ديننا ومن ثوابت ديننا ومن منطق أصول الفقه صح التعبير ودلالات اللغة وكذا في التعامل مع الحداثة إلى أي مدى أخذ المسلمون ما ينفعهم من دون أن يتأثروا بالإطار الفكري للتصور للحداثة لو أذنت لي لكن هذا بعد الفاصل فاصل أخير ثم نرجع إليك هذا فاصل أخير ونعود بعده لنبحث أثر الحداثة على الفكر الإسلامي ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة والحديث دائماً بطبيعة الحال مع الأستاذ ونيس المبروك أرحب بك مرة أخرى أستاذ ونيس قبل الفاصل كنت تتحدث عن أن كمسلمين نأخذ من هذه الحداثة فيها خير كثير نأخذ منها ما يناسبنا السؤال هو إلى أي مدى كان هناك وعي وسيطرة من المسلمين في أخذهم من هذه الحداثة بمعنى أنهم أخذوا فقط من منجزاتها المادية الحضارية دون أن يتأثروا بتصوراتها ومفاهيمها طبعاً قد يكون الجواب صادم لكن هذا جوابي ابتداء للأسف لا لم نحسن نحن التعامل مع الحداثة بصورة مجملة كيف ذاك؟ السبب أن نحن الحقيقة مهزومين نفسياً نعاني كأمة مسلمة من هزيمة نفسية تجاه الغرب هذه الهزيمة النفسية نتيجة الاستعمار نتيجة المفاجأة التي حدثت هذه الفجوة الحضارية عندما دخل نابليون ودخلوا فرنسيين إلى مصر مغيب الإنتاج العلمي اكتشف كان العرب والمسلمون يظنون يعيشون في أوهام التاريخ وأمجاد التاريخ وكذا اكتشفوا أنهم تماماً خارج الزمن وحدث الانبهار وحدث ولع وتقليد كما قالوا ينخلدون المغلوب للغالب في كل شيء وهذا ما تلحظوا في الشارع الآن حتى على مستوى الطعام الشاب الصغير لم يعدي يكفي مثلاً الطعام الشرقي يعني لابد أن يأكل مكدونال حتى يشعر نفسه لابد أن يأكل كونتاكي لابد أن يلبس النايك هذا كل ولع يعني يرفض حتى الجلسة العربية مثلاً بيها أحد مظاهر الحداثة هذه لا يعني ليس هناك مشكلة إنسان يلبس هذه الملابس جميلة ويأكل هذا الصندويتش إذا كان لذيذ أنا أحكي عن عمق عمق المسألة اللي التقليد تشعر بنفسك إذا ما عندكش الموبايل آيفون الأخير فأنت يعني خارج الزمن دعنا لأن هذا معنى عميق لن تتحدث عنه لمضى الاستهلاك تتحدث عنه متناوله المسيري كثيراً في موضوع التشيء أو كذا أنا أريد أن أقول هذا الانبهار جعلنا ماذا نفعل وقع الحقيقة المثقفون بل للأسف أستاذ جهاد وقع بعض الدعاة في هذا الفخ فجاءوا لمثل موضوع التعامل مع القرآن أرادوا أن يتعاملوا مع القرآن الكريم كما تعامل الحدثيون مع الإنجيل فجاءوا للنص القرآني وصلطوا عليه أدوات الحدثيين لمعرفته جاءوا لموضوع النقد تلاحظ الآن في بعض الدعاة خاصة النجوم هذول اللي يطلعوا في التلفزيون كل شيء يرفضه يتكلم عن الشافعي بتهكم يتكلم عن البخاري يتكلم عن السنة ونقل السنة ينتقد التراث الإسلامي ينتقد الفقهاء والمالكية والحنفية لا يعجبه شيء ويرى أن المشايخ أزمة الأمة وأن التراث ويجب أن نرمي كل الماضي هذا ونؤسس لنص جديد هذا النص الجديد ينبغي أن يكون بعيد عن السنة وفقط القرآن ثم يأتي للقرآن ويقول لك أن القرآن نزل في عصر معين في تاريخ ينبغي ولا يملك المطلق إنما هو نسبي يعني بمعنى أن الأحكام تتغير وتتجدد بحسب السياق التاريخي ويستند في هذا في فكرة المكي والمدني أو في أسباب النزول وغير ذلك إذن هم ماذا فعلوا؟ وقعوا في هذا الفخ ليتهم نظروا للحداثة وقرأوها في رحمها التاريخي وعرفوا كيف خرج الحداثيون الذين أنا بصراحة أراهم منقبة لهم أن كسروا قيد الرجال الدين ليتهم تعامل وكذا إنما كما قلت لك في الغرب وقعوا في الفخ نتيجة الهزيمة النفسية نتيجة كثير من الدعاة والفقهاء لا أقول فقهاء خاصة الدعاة الجدد هؤلاء لا يمتلكوا الأدوات خاصة ما يتعلق بأصول الفقه وأصول الدين والتبحر في مقاصد الشريعة دخلوا على النص القرآني وبلعوا هذا الطعم ونادوا بالحرية دون حدود معنى الإسلام نادوا بالنقد دون حدود أصبحوا ناقدين لكل شيء لكل شيء جاءوا بالتجديد ولكن أرادوا أن يجددوا كل شيء حتى كما قال الرافعي والشمس والقمر والأرض والسماء لم يضعوا حدودا لهذا ثم جاءوا لنصنا المقدس جاءوا للقرآن الكريم وجاءوا لتراثنا الإسلامي إذن هنا وقع الحدثيون العرب في الإشكال الإسلام مع التجديد الإسلام مع النقد لا يمكن أن نتقدم إلا بالنقد الإسلام مع الحرية مع الحرية الفكرية الإسلام مع التعددية ولكن كل هذا في إطار مخيالنا الإسلامي في إطار ثوابتنا الإسلامية وفي إطار أدواتنا في معرفة النص الديني أدوات التي تتأسس على اللغة العربية والتمييز ما بين هو نص وما بين مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة ما بين الإيماء ما بين دلالة الإشارة ما بين المنطوق وغير المنطوق ما بين دلالة الاقتضاء والالتزام وبين النص الصريح يجب أن لا نجعل هذا الأمر فوضى ولهذا لاحظ من تطبيقاتهم يأتي مثلا قل لهم يغضوا من أبصارهم قال لك يغضوا أي لا تنظر للمرأة في غرفة القياس وليضربنا بخمرهن على جيوبهن الجيب هو كل شيء مطوي ممكن يكون الإبط ممكن يكون الأشياء المخفية من عورة الإنسان وليس الجيب هنا تبقى اللغة العربية ليست لها دلالة على النص يفرغ اللغة العربية من ألفاظ يصطلح عليها قوم في وقت ما للتناقل المعاني تصبح لا دلالة لها و دلالة اللغة متغيرة مع الزمان هنا وقع الحدثيون العرب في الإشكال لكن أنت تتكلم عن الحدثيين العرب ربما هناك جانب آخر يعني يتمثل في الحديث عن الفكر الإسلامي كمنتج كحصاب كإنتاج فكري إلى أي مدى تأثر الفكر الإسلامي بهذه النزعة الحدثية في التفكير عند العرب والمسلمين لا شك أن من كان مفكرا أنا ضربتك مثل بطاه عبد الرحمن طاه عبد الرحمن تناول مسألة الحداثة وهو مؤيد لروح الحداثة فصل ما بين روح الحداثة التي تقوم على النقد وعلى النظرة الشمولية الفلسفية الكلية وعلى الرشد وعلى التجديد وعلى الحرية وعلى رعاية تبدل الزمان والمكان وما بين شكل الحداثة الشكل ومظهوراتها في ولكن أستاذ وانيث حتى في طروحات طاه عبد الرحمن في كتابه سؤال الأخلاق وروح الحداثة ثم تمنقل أنه جعل من التجديد ومن روح الحداثة غاية في حد ذاتها ربما يكون التجديد والعصرنة والتحديث وسيلة للوصول لمعايشة الحياة والتكيف مع مستجدات الزمن لكن أن تجعل الحداثة والتجديد والعصرنة هي غاية في حد ذاتها ثم تمن ينتقد هذه الجزء طبعا هناك في وهذا نوع من التأثر بالحداثة بحسب لنا الموضوع النسبي يعني المفكرين المفكرون الإسلاميون هم نفسهم حتى وكلمة المفكر يعني تحتاج ضبط لكن منهم من حباه الله عز وجل بأن درس الأدوات سواء الفلسفة أو اللغة العربية أو أصول الفقه قرأ في تاريخ التشريع فهذا تجد أنه تناول أو تفاعل مع الحداثة تفاعلا إيجابيا عرف أن هذا المولود له جذور فقرأ جذور الفلسفية لها والجذور التاريخية وكيف تشكلت في الرحم الغربي هنا لم يصاب بحريقها يعني كما قال إقبال قذفت في نار الغرب ولكني حدث معي كما حدث مع سيدنا إبراهيم لم أحترق محمد إقبال الشعر الباكستاني نعم ولكن هناك حدثيون أو مفكرون إسلاميين عرب بنيتهم المنهجية والأصولية غير متماسكة تعاملوا مع هذه الفلسفة العظيمة الكبيرة الواسعة فغرقوا في بحرها وتأثروا بمقولاتها المتعددة لأنها عدة مقولات وعدة حدثات وهؤلاء أنا أتوقع أنهم أصابهم منها لوثات كل بحسب ثقافته وكل بحسب إرادته ومراده ومقاصده وبئته نعم أستاذ ونسف في الحقيقة لا أريد أن أشهد عن العادة التي تتبعناها في هذا البرنامج نترك دقيقتين للضيف ليتحدث مما لم نسأل عنه في أثناء وطيات الحلقة ضمن سياق الموضوع جيد في تقديري أن الإسلام يتعرض دائما لهجمتين دائما هجم من خارجه وهو مع الكافر الصريح أو مع العدو الصريح المحارب ولكن يتعرض أخطر شيء يتعرض لهجمه من داخله من بني جلدته بمن يستخدم أدوته سواء عن قصد سيء أو قصد حسن وهذا يحدث ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله أو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ثم قال ماذا؟ عدوله ثم قال ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الغالين هذا دائما يتجدد مشكلة الحداثة أو الحداثيون الإسلاميين أو العرب أنهم يسعون لتقويض الإسلام من داخله من داخل النص الديني ومن داخل أحكامه ويشككون في تاريخه ويشككون في رموزه العلمية والفلسفية والأصولية ويحاولوا أن يكسروا كل الأبواب لينفتح على هذه الفلسفة الغربية دون قيد ولا شرط ولا حد ولهذا أنا أعتبر أن التيار الحداثي من أخطر التيارات المعاصرة زمان تعرض الإسلام لفكرة خلق القرآن تعرض للفلسفة الإغريق اليوم أكبر تحدي هو هذا التحدي الحداثي الذي أحدث الحيرة والاضطراب في عقول وقلوب شبابنا اليوم أفسد التصورات نعم وينبغي مقاومة هذا التيار أولا بمعرفة جذوره ثانيا بمعرفة رموزه جيدا ثالثا بدراسة معمقة لأصول الفقه خاصة أصول الفقه ودراسة مقاصد الشريعة هذه الأشياء الأربعة ممكن أن توفر شيء من الحصانة ضد هذا الغول الجديد أشكرك وشكرا جزيلا وأنت في مقاصد الشريعة شكرا جزيلا على ما أفضت به أستاذ ونيس أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفية المحترم الأستاذ ونيس المبروك رئيس المركز المغاربي للدراسات شكرا لكم في حراسة الله